أخوتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بأحسن حال ورجعت لكم اليوم بوصفة جديدة ودايما مع وصفة العشاء او للغداء يكونوا جدا خفافين يكونوا صحيين وتطبيقه مساهل جدا وليه نحتاج له بنجل نحاول ان نقطعه قطعه اللي يكونوا مشغلين بزاف باش الله يقدروا يطيبون لنا فالفران كان دهنهم بشويش ديال الزيت سواء الزيت العادية او الزيت الزيتون شويش ديال ملاح شويش ديال اللبزر وكان دخلهم الفرن مسخن دراجة ديال مية وسبعين دراجة ونخليوهم ما بين 20 حتى 25 دراجة مهمتوا معينكم منذ انكم خصومهما يكونوا طيبين اقل الحاجات يكونوا طيبة وانتقلوا دابع اللاسوس اللي كجي الدي دوخة المقادر دياله بساطين ومتواجدين في جميع المنازل اول حاجة زيت العودة او زيت العادية هنحكوا اربعة ديال الماطيشات هنحطوهم عليها هنعملوا اللي قامة اللي هي عادية شويش ديال الملاح شويش ديال اللي بزار فلفل حمرة لكي يعجبوا الحرور يقدر يزيد الهريسة او السودانية واحد جوج ديال ثومات محكوكين كنقلبوا كوشي هيدا مع بعض طياته حتى يبدأ يتحر مزيان هدي اخر حاجة نزيد له هي سرسط طماطم واحد المغروفة هيدا مغروفة كبيرة مع مراشي وانخلطوا كوشي مزيان مع بعض طيب السر اللي كيخلي اي سود طماط انا هجي الديدة وديف حد ديال المطاعم هي انكم تخليوها الطيب مزيان يعني ما كتشوفوها انشفت من المرقة اللي حاسيتو بل هي باقي خضرة كتزيدوا لها شويش ديال الماء وكتخليوها الطيب وانتقلوا دعبة من الكفتة اللي هناخدوا غير واحد المقيرة نحطوا فيها الزيت نحطوا عليها البصلة شويش ديال التوم وانخليوهم يتقلوا مزيان وانتقلوا شويش ديال الملح شويش ديال اللي بزر وديك ساعة تكنيك نحسوا باللي هي طاحت هادك كنزيدو عليها كفتة الى ما كانت عندكم كفتة تقدروا تخدموا اي حاجات تقدروا تخدموا كفتة ديال الدجاج اي حاجة متواجدة عندكم في المنزل تقدروا تعمروا بيها هاد الدبنجالة كيف ما شفتوها وما الدبنجالة تخرجوا نخليوهم شويش اي بردو كنجيبوا اللطة اللي كنخدموا اللي هنخدموا فيها اول حاجة كنخويوا لاصوس طومات اللي كنا حضرناها كيف ما كتشوفوا ما نخويها شي كاملة هنخلي واحد شويش باش هنخليها في الاخر اللي هنحطها في الوجه ديال الاوكلة ديالي دابا هنتقلوا كيفاش هنعمروا ديك الدبنجالة طريقة جيد سهلة هناخدوا ديك الدبنجال ديالنا هنعمروا بشويش ديال كيفسة هنحاولوا تخدموا بيتكم باش كتجي الطريقة باش كتجيكم سهلة وهنحطوا فقمنا شويش ديال فخوماج اللي متوفرة عنهم واللي من الاحسن انك عجبني انكم تخدموا خليطة ديال جوج ديال فخوماج واحدة موزاريلا باش قطي ديك التعليك وفخوماج احمار او اي فخوماج اخر باش قطي ديك المدق اللي مزيون كنعمروا بكفتة كنحطوا شويش ديال الجبن وكم قولوا بهم كمشوا على هاد المنور حتى كنسالوا دبنجال اللي عدلناه كامل من اللي كنروليوهم في حال كيف ما كتشوفوا ديكساتة كنحطوهم فوق لاصوس طمات اذا كنتوا كتروليوهم وتقطعوا لكم شويش ومشي مشكلة رحيت في الاخر كل شيك تجمعوا مع بعضياتهم لاني عاودوا ندخلهم الفرن مره اخرى كمقام الشاهدة كنحاول انني لصقهم هيدا شويش مع بعضياتهم بيحتل كيف ما تخرج ليشي من على بارة من دخلهم الفرن وملي كنحصل على هاد النتيجة نعمر لا تدلي عن دخل الفرن كاملة ديكساتة كنحط فوق منا ديك شويش لاصوس اللي خليتها ونزيد فوق منا شوي ديال فخوماج تقدروا ما تزيدوا فوق منا تحاجة يعني كيبقى لحسب الرغبة ديالكم هنزيد عليها شويش ديال الصحتر باش كتطين انك همزونا دايما الصحتر كيجين بزاف مع وكولات اللي فيهم الدبنجل وهذه هي الوصفة ديالنا كيف ما كتشوفوا هناخدوا هاد لاطة اللي عمرناها هندخلوها الفرن يكون ديجا مسخن كتخليوها غير شويش على بايد ما تشوفوا بلي ديك الفخوماج اللي الفوق داب وتحسوا بلي لاطومات يعني باقي فيها الماء حاولو ما تخليوها يتشرب مزيان حتى ديك لاطومات التالة اللي أخليها باش يكون فيها شويش ديال الماء ودك ساعتك نخرجوها وكنقدموها كنتمنى ان هاد الوصفة تكون لإعجاب ديالكم كنتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش هادية بجيم ديالكم اقتراحات ديالكم وشكرا بزاف لأي واحدة عملي ابوني لأي واحدة عملي جيم شكرا بزاف وخلتكم على خير ساحتكم